في لقاء محبة اجتمعت سيدات الكنيسة السريانية الكاثوليكية في الأردن في كنيسة مريم العذراء سيدة الزروع في الأشرفية مع رعيهم الأب فراس دردر وفي بداية اللقاء الأخوي رحب الأب دردر بالسيدات قائلاً لهم أهلاً ببناتي مريم المهجرات فقد كانت أمنا البتول أول مهجرة مع ابنها يسوع فذاقت الويلة والعوزة والمشقة حفاظاً على كرامة يسوع وبعدها قدم الأب دردر محاضرة بعنوان عقائد مريمية في ظل التحديات التشويهية لصورة مريم وبعد المحاضرة فتح الأب دردر باب الحوار مع السيدات ثم تقاسم الجميع لقمة المحبة وانصرفوا شاكرين الله وكريستهم على تفانيها ومحبتها لأبنائها وخاصة في المهجر